نجد بعض الأطفال يريدون أن يأخذوا ألعاب الآخرين وعندما يرون الآخرين يملكون ما لا يملكونه هم يتمنون أن يأخذوه منه هل هذا يسمى حسد لغا الأطفال؟ ليس حسداً وإنما هنا لأن الحسد فيه مفهوم الإذاية يعني هو يريد أن تزول منه هذه النعمة أو هذا الملك لكن الطفل ما عنده هذه النية الطفل يريد الحصول عليها فقط يعني حب الملكية وليس حب زوال في العادة الغيرة تكون مرفقة عند الطفل في أسوأ صورها استعمال العنف ليأخذ اللعبة من غيره يدفعه يضربه لكن في كل هذا التصور هو حماية لما يريد أن يأخذه هو يظن اللعبة عند الآخر هي ملكه هو يستحقها لكن ما يتبعها نية سوء فلهذا الحسد نجده في مراحل متطورة عندما ينمو تفكير الطفل أو الإنسان يصبح يفهم هذا الأمر يفعله بقصد لكن في بداياتها دائما تكون غيرة الغيرة هي التي تتطور وتصبح أحد أهم مكونات الحسد فلهذا يجب أن ينظر إلى هذه المسألة بنوع من التوجس ونعدل هذه العاطفة ونجعل الطفل يحسن استخدامها فيما يغار وفيما لا يغار فيما يمكن تقاسمه وفيما لا يمكن تقاسمه بالترجمة نانسي قنقر